السلام عليكم ومرحبا بكم إن شاء الله تكونوا كامل بخير وصفة اليوم هي سلطة المقارن هاد سلطة على بنيك كامل تحبوها سوختو في الصيف جيب زاف بنينة ومشتش اليد ومغذية وتنتكل هكا بردة يعني تنحيع للخاطر نروح ونشفو مقادير هاد الوصفة وطريقة تحذيرها اول حاجة رح نغلي هنال المقارن في طنجرة حطيت الماء غير هادا كل الماء بداي يغلي درت الملح ووحد نصم غرفة كبيرة متاع زبداولة مارغارين المقارن كي طيبوها في الزبداولة في المارغارين جيبنينة خرمن كي تديروها في الزيت يعني هادا السر اللي هيخليكم لباتتاكم كتكونوا تاكلوا فيها الجيبنينة هنا غير دابت هديك الزبدا جبت واحد تلتمية وخمسين قرام متاع مقارن روسور غير نحطها نحسب لها 11 دقيقة ونبعد دوقوها إلا لقيتوها يعني طابت سيبون ويلقيتوها مازالت ناقصة طياب قادرين تروحو 14 دقيقة على حسب النوعية تع المقارن هي ما لازمش تطيب بزاف وكان طيب بزافحة وليلكم معجنة أنا هنا خليتها 11 دقيقة دوقتها لقيتها يعني طايبة مليحة ما شي طايحة كامل لتمك نحيتها وبعد نحطها فيكس كاز ونعود نشللها بالما بارد علش نشلوها بالما بارد بش مزيش الطيب كتر هنا كي قلت لكم ما بارد معنتها الماتع العين نقصد لكم بلي ما تسخنوش الماء غير بالماتع العين تشلوها هنا بعد ما شللتها وصفيتها مليح من هذا كل ما شوفوا كيفش المقارن تاعي ما راهيش معجنة هي كل حبة وحدها وذكا راح نزيد لها شوية تع الماييز كمية كما تحبوا وعندي هنا زرودية اللي كنت قطعتها صغيرة وفورتها وملحتها بيانسور وعندي ثانيك شوية زيتون خضر اللي كنت حطيته في الماء وبدلت له المتعوش حالما خطره مش ميبقاش مع الحبزة وشوية اللي كونيشة اللي كنت قطعتهم صغار وحنا وش راي نحط لكم شي لازم ديرو كما انا يعني ديرو ش حبيتوك شغلاركم ديرو في الماسيدوان نجيب ثانيك نص حبة طماطيش كان قطعتها هكا صغيرة وحنا كان عندي شوية فوماج شيدر مرصو غير صغيور برك قطعته هكا كي تقطعه صغيور يبين لكم بزاف وصغتو في الكاميرا هكا رويبين كل حاجة بزاف ونحطيت كل حاجة غير شوية هنا بطاطات الطن صفيتها مليح من الزيت هذاك الزيت قوم بعدها نسحقه وعندي جلبانة تانيك اللي كنت تفورتها وملحتها حسيتهم كامل يعني تخلطوا مع بعضهم جبت شوية الزيت اللي كنت صفيتهم الطن ديت غير شوية يا ربي وحزوج مغارف كبار وعندي هنا معدنوس اللي قطعته هكا رقيق وعندي هنا معدنوس اللي قطعته هكا رقيق اللي قطعته دايما كتتخدموا ماسيدوان وانا تخدموا هادلي سالات تاعلي كونو بليبات كتكونوا هكا تخلطو فيهم لصوص حطو غير شوية ومبعد دخلوها للثلاجة يعني خلوها تبرد مليح مليح كتتخدموها عاودوا وزيدوا وديروا لها لصوص مليح مليح انا هنا بعد مخليتها بردت وراني مع ولادوك نقدمها رح نزيد لها شوية هادلاصوس اكا باش كنقدمها متبنش بلينا شفا تحسوها مشمخة صغته هادلاصوس جاي خفيفة وبنينا عطبني بنا هيلة تحسوها السلطة تاعي راهي جاهزة وحنا بعد ما كملتها كما راكم تشوفوا جاتتتشاهي زي ديرت لها غير شوية تاع البيض مغلي من الفوق جاتت بزاف 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 بنينا هادلوصفة هيلة نصحكم كامل ديروها وما راكمش حتندمو وصلنا لدوك النهاية لفيديو وما بقى ليغن نقولكم تهلا وفي روحكم وانتلاقاوا ان شاء الله في وصفات اخرى